السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في فيديو جديد فيديو النهاردة عنوانه ايه الفرق النهاردة هنعرف مع بعض ايه الفرق ما بين regret لما ييجي بعدها to زائد الانفاناتف اللي هو الفعل في المصدر و regret لما ييجي بعدها verb plus ing بس محتاجين الاول نعرف regret يعني ايه regret ده فعل او verb معناه يندم تمام طيب اول حاجة regret to plus infinitive معناها ان الشخص بيندم على عدم فعل شيء معين يعني الشخص ما عملش الفعل ده وهو حاليا ندمان ان هو ما عملش الفعل ده زي ايه مثلا المثال هنا بيقول لي I regret to report the police about the accident يعني انا ندمان ان انا ما بلغتش البوليس عن accident او الحادث هنا الشخص ما بلغش البوليس عن الحادث فهو ايه فهو ندمان regret plus verb plus ing معناها ايه معناها ان الشخص عمل فعل وبعد كده رجع ندم ان هو عمل الفعل تمام زي ايه مثلا she regrets going to the party she regrets going to the party معنى example او المثال انها راحت الحفلة وبعد ما رجعت من الحفلة ندمت على الفعل ده انها راحت الحفلة يبقى اختصارا وتلخيصا للموضوع regret لما بيجي بعدها to زائد المصدر بيبقى معناها ان الشخص ندمان ان هو ما عملش فعل معين كان واجب عليه ان هو يعمله زي ما قلنا i regret to report the police about the accident هنا الشخص ندمان ان هو ما بلغش الشرطة عن الحادث we regret plus verb plus ing معناها ان الشخص ندمان ان هو عمل الفعل اصلا اتمنى انكم تكونوا استفدتوا لما عرفتوا الفرق ما بين regret والمصدر و regret بعدها verb زائد ing استنونا في فيديو جديد مع السلامة اشتركوا في القناة